اشتركوا في القناة بعمل الحلويات والتسوق والتنظيف والتعزيل وتحضيرات للعيد انا بصراحة احترت شو بدي نزللكم على العيد حلويات لان ما خليت شي بقناتي الا ما نزلته خلال السنوات الماضية قلت رح نزللكم وصفة تارت رائعة تقدموها جنب الحلو الاساسي اللي انتو بتعملوه عادة بالعيد كيف تحتفظو بالتارت وتقدموه فريش لضيوفكم لاطول فترة ممكن يضل هيك محافظ على طعمتو نكهتو طابعوا الفيديو واحضروا للاخير وبتمنى منكم ترفعوا الفيديو بلايك واذا بومش تركين من قناة تشتركوا فاجروا اسطن بيها تعالى الكل حتى يوصل لكم كل شي جديد وانا خلانشوف المقادير مع بعض بلزام نطحين يفضل يكون زيرو الابياض عندي اربعمية جرام كل كوب بيوسع مية وخمسين جرام طبعا الكوب ساعته ميتر وخمسين ميلي لتر يعني بيطلعوا كوبين ونص زائد معلقة بصراحة يعني الميزان بيعطيكم مقادير دقيقة نصف المقدار رح يكون دسم يهو الزبدي عندي ميتان جرام اذا 400 جرام طحين بدون 200 جرام زبدي بيطلعوا كوب مقاص رح لزمنا 65 جرام من السكر البودرة بيطلعوا نصف كوب زائد معلقة وحبة بيض كاملة كمان رح نحتاج فانيلا نصف معلقة ها هي المكونات رح اهلأ بس الزبدي مع لطحين اما بيكفل عجاني او باليد هاي الخطوة كتير مهمي وهي قاعدة لعمل الحلويات مثل الطارت والمعمول لقراس لكليجا وما شابه حتطلع هيك هالشي وبالدوب دوبان بالتم رح ضي فلق السكر والبيضة والفانيلا ورح اضط رشة ملح صغيري لا تذكر عشان تعادل هيك النكهات وبرجع بقلبون شوي مع بعض انا ماني عم بعجون انتبهوا هو بس تقليب يعني باليد ممكن نعمل هاي الحركي كله يعته بصرت عندي العجيني بهذا الشكل ناعمي هيك صارت تمام برفعها بعملها بس هيك دعكي بسيطة باليد نعمة يعني بعدين رح احطها بالبراد لتبرد هلا انا استخدمت الزبدي باردي بس بفضل انها تبرد اكتر لحتى وقت التشكيل ما تغلبنا شايفين مقاديرة سهلة وبسيطة بودرة الكاستر لكل كوب معلقتين هلا فيكن تعملوا كريم باتسير بالبيض بس مشان ندوم معكن اكتر انا اخترت البودرة انسب عندي كمان 3 معالق من السكر المطحون ومعلقة زبدي انا اسمتها بالنص وكمان رح نحتاج لستين جرام من كريمة الخفق الكريمة شانتي البودرة اول شي رح احط الحليب بيعق قابل للطبخ وفرغ سكر البودرة وبودرة الكاستر بحركهم شوي على البارد بعدين منحطهم على النار يكون قوية شوي بالبداية مع التحريك المستمر حتى ما يحترق شي انا منزلي كريمة باتسير يلي بالبيض مع الكلاير اذا بتحبوا تشوفوا الطريقة رح اترككم ياه بصندوق الوصف اذا ما حبي يعني تعملوا عجينة التارت هلا بالعب تعملوا فيما بعد مش هما تشتروا كريمة الكاستر هلا بعد ما انطبخوا رح احط معلقة الزبدة ودوبها على حرارة البودنج او الكاستر بدون ما اطبخهم تمام بعد ما انتهم نهاي الخطوة رح افرغ الكاستر بزبدية وغطيهم وحطهم بالبراد لابرده تماما بعدين رح اضيف عليهم كريمة شانتي البودرة هلا ما اضيفها بهاي المرحلة بعدين منشوف كيف هلا رح احضر الاوالب اللي رح اعمل فيها عجينة التارت انا عندي هدول بصراحة جاريتهم من سنتين وما استخدمتهم ابدا فقلت هلا لازم صور وصفي للتارت ع العيد عندي اوالب مختلفة الاحجام تقريبا الشكل متعرف علي للتارت بيجي هذا المرأش رح اطيع بهاي القطاعات هلا بعد ما بردت عندي اللي عجينة احتطتها صراحة بالفريزة لبين ما حضرت كريمة باتسيير وانشغلت شوي فشوفوا كيف مسكت مسبة بيأثير بطلعها وهلا بنعمها بهذا الشكل بصير عندي جاهزة للعمل هلا بعد ما نعمتها بدي افردها بحط بس رشة طحين خفيفة وبالشوبك بمسدها حاولوا تكون السماكة معقولة ما تكون لا سميكة ولا رقيقة سميكة بتطلع معجني ورقيقة بتحترق وبتتكسر معكم هاي السماكة اللي بدنا اياها متل مشايفين هلا كمان رح ارجع الرقة وانا عم احطتها بالاوالب حطيتهم بهذا الشكل بصينية كبيرة وبطنتها بورقة زبدي حتى ما يحترقوا عندي الاوالب اذا كانوا رقاء بقطع بدي اعمل هذا الحجم نحاول نضغط بهاي الطريقة حتى تاخد رسمة القالب ممتع كتير شغل التارت يعني ما بتحسوا ابدا انه صعب يعني احنا قاعدين ممكن نجيب العجين المقطع ونشكل الشكل اللي بدنا اياه والاحجم كمان انا بحبوا نهدول هيك الصغار الميني اكتر من اللي كبير بصراحة انتو شو بتفضله بس لالعيد او للمناسبات وتحسوا الاوالب الصغيري احلى شايفين شكله غير شكل رح اعمل كمان تقطيع باقي العجيني وراح اعمل اشكال مختلفة صغار وكبار ووسط والميني يلي بالمرة صغار العجين الزيادة بجمعه بحطه على جنب وبغطيه حتى ما ينشف هلح استخدم الاوالب الاصغر كمان حاولوا اضغطوا على العجيني وكل شي الزيادة بنرفعه بكل سهولة طبعا هلا في عنا مرحلة تاني بعد التشكيل هي التفقيب حتى ما تنتفخ العجيني وطلع محافظة على شكلها شايفين شغله كتير سهل وما انه صعب ابدا هلا رح اسقبون متل مو شايفين سقبون منيح هلا في ناس بتحط فوقن اي شي تقيل حتى ما تنتفخ ما في داعي مجرد سقبناه منيح ما في داعي لهاي الخطوية ابدا هلا بحمي فرن مسبقا من بداية العمل تقريبا على درجة حران 180 وبثبت بالرف الوسط والتشغيل فقط من الاسفل اذا حبينا نشغل من الاعلى بس انا ما شغلت لان اخده هيك لون خفيف زهر من حموت الفرن انا هذا اللون اللي بدي اياه ما بدي احرقون وغمقلون اللون يطلع هيك غير شكل شايفين بكل سهولة مجرد هيك يبردوا شوي منقلبون بينزلوا ما بيلزقوا ابدا ابدا ولا بيعزبوا بس شو الصعب بيحذركن جليل اوالب هاي هي اللي بتاخد وقت بس بتراقبون انتو لياخدوا هدا اللون الحلو يعني من 20 ل 25 دقيقة بياخدوا وهلا بعد ما بردوا شايفين شكلهم احلى غير شكل هيك فيكن تحافظوا عليهم بعلبي تحطوهم بالبراد او بالفريزر وقتها بتكون تطلعوا تشكلوا لحدا اجاكن او لالكن بس قبل بوقت لحتى يصيروا بحرارة الغرفة وبتزينوهم بايشي بتكون ياه شوكولات مربا كريمة كريمة اي شي محبب بالنسبة للكون ما بتدخيلوا قد طلعوا هشات هيك عجينتون رائعة ناعمة لان الزبدي المستخدمة زبدي طيبة حتى تاخدوا هذا الطعم لازم تجيبوه زبدي حيواني هلا بالنسبة لكريمة باتسير بعد ما برد بدي اخفقوه بعدين نضيف عليه الكريمة حتى يطلع هيك معنا ناعم ممكن تستخدمو البلندر او الخفاقة الكهربائية هلا بصير عنا هيك مثل الكريمة راح ضيف بس شوية حليب حتى يصير القوام عندي هيك كريمة كريمة بتصير رائع ولونه شوفو كيف غير شكل اما يلي بالبيت بيطلع لونه شوي فاهة هلا بحطو بكيس التزيين وبصير عندي جاهز للحشوة ممكن فرزو طبعا باي وقت فين يطلعو واستخدمو لحشوة التارت باقية ظرف الكريمة ظرف الكريمة البودرة اللي اخدت منه ستين جرام راح اخفق الباقية مع نصف كوب حليب طبعا انتو بتعليمات كل ظرف شايت بيلزمو حليب حسب الوزن كمان بخفقوه وبجهزو كمان الكريمة بتقدرو تفرزوها وقت بتكون وطلعو خلو شوي ترخي تصير بجو تقريبا المطبخ وتشكلو التارت بالشكل اللي انتو بتكون يا يعني تجهزات مسبقة منفرزة ومنحطة ومنقدم تارت رائع وفرش هلا راح نعمل جل التلميع يلي منحطه على الفواكل حتى تدوم لأطول فترة ممكنة عندي قطر يكون شوية تقيل وعندي جيلاتين جيلاتين طبعا نصف معلقة الشاي راح احط شوية ماء يعني قدر معلقتين دوب فيها جيلاتين ماء ساخن مغلي راح احط نصف كوب من القطر اللي تقيل بدي يضيفه فوق الجيلاتين وحركن راح اغلين على النار لحتى يدوب تماما الجيلاتين بهي الطريقة مع تحريك مستمر هذا بينفع للكيك والتارت ولا اي شي من زينه بالفواكه خاص هيك صار تمام خليه لحتى يبرد طبعا راح يجمده مع الوقت نحن بنرجع بنعمله بحمام ماء ساخن لحتى يرجع بهذا الشكل شايفين مجرد اسكبه بصير هيك قوامه لزج هيك بصير عندي خليط التلميع جاهز هذا الاغراض كله جاهزي انا راح تبقوه لاني راح اقدمو بالفيديو فيكن تحتفظو فيه وتزينوه باي وقت انتو بتكون اختار كريم باتسير واعمل الاشكال اللي بتخطر على بالي هون انا عم استخدم زبدة اللوتوس هاي الزبدة بتدوم لفترة طويلة يعني ما بتخرب يعني ممكن تشكلوه وتحتفظوه بالتارت وهو مشكل عادي بالبراد فيكن ترسمو الشكل اللي انتو بتكون طبعا راح ارجع حط علوني شوية سبرينجلز للتزين وعندي هاي شوكولات كريمية كمان استخدمت الجاهز لانا بتدوم لفترة طويلة فينا نرسم كمان الاشكال اللي بدنا اياها هذا التارت المحبب عند الاطفال بيحبوا هاي شغلات اللي فيها كريمة والشوكولات كريم باتسير وهيك قصص ابني كتير كتير عجبوه وحبهم يعني صاروا هيكي رايحة جاهة عم ياكل منهم خاصة دلهم المني الصغار كمان ممكن حط مربة مشموش او فريز او اي نوع محبب كمان هدولي بالمربة بدومه المربة قريدي هو بدوم نحن حافظينه بمطربانات خارج البراد والتارت حتى فيكن تحتفظوا بالعلب تكون خارج البراد تكون علب محكمة حتى ما يدخل لهوه وتنشف يعني فيكن زينه وتتفننه انتو حسب ما بتكن الفواكه ممكن وقت التقديم تحطوه وتدهنوه بجيل التلميع يعني عن جد ضيافي فاخرة وشكله حلو مرتب وصدقا بتحسوا هيك عاملين يعني شي مميز بالعيد وبتحسوا افضل من الجاهز مميت مرة انتو شو رأيكون يعني عن جد بتحسوا شغل الايد وبالبيت شي نضيف وعرف عمين شو عاملين بتحسوا بهكي متعة وانتو عم تحضروا او قدمتو ونال اعجاب الكل عندي فريز وكيوي راح احط بهاي الطريقة فيكن تحطوا الفواكه اللي انتو بتكون اياها والموسمية المتوفرة عنكن طبعا اخر شي من حط جيل التلميع اللي حضرنا مسجل التلميع وهون بيكون جمد يعني ما فين ادهم فيها اللي راح جوفوه فيكن قوامه كيف بيكون بحطوا بحمام ماء متل ما حكيت يكون ساخن وحركن بيرجعوا بيرخوا بيرجعوا لوضعهم الطبيعي وبدهم فيهم الفواكه حين مع الوقت راح يرجعوا يجمدوا فوق الفواكه هذا قوامه شايفين كتير صار سميك هذا الجيل اللي اغلب الناس تسأل عنه شو هو خلط التلميع اللي اندهم فيه الفواكه يلي على الكيك او على التارت هاي الطريقة مبسطة وسهلة وهو فيه جيل جاهز بشتروا المحلات بس هذا يعني مضمون وعاملينه بالبيت والجيلاتين استخدمته جيلاتين نباتي يعني ما فيش بيخوف ابدا ما تعكلوهم ممكن تزينو بمكسرات مجروش بهذا الشكل طبعا ما تتقيلو بالزيني اللي انها معرضة فيكن زينو التارت باي شي متوفر عنكن اي ديزاين اي ديكور او اكسسوار انتو بتحبوه او بتفضلوه وهيك بتكون وصفة التارت صارت جاهزة بتمنى تكون عجبتكن طريقة ناجحة ورائعة مية بالمية الكريم باتسير رائع العجيني جدا هشي ولذيذي ما بتقرط هيك بتحسوها اسية لا ابدا وطريقة التحضير والمقادير عن جد رائعة وهي طريقة معتمدة وعالمية بتمنى تكون عجبتكن وتقيمو لي اياها بالتعليقات وجميع المقادير بصندوق الوصف بشكركم كتير لحسن المتابعة وانشالك العام انتم الاف خير ورح اذكركم بحلويات العيد اللي انا نزلتها مسبقا بقناتي بتمنى كمان اتجربوها اذا حابين تسووا اي شي منها ارشيف كامل ضمن البوم موجودين بقناتي يلي ما بيعرف يوصل لهم رح اترك له الرابط للالبوم بصندوق الوصف انا عملت معمول نطحين بخميري وبدون خميري بحشوة التمر بحشوات مختلفة كمان عملت معمول الاسمر او الطحين البر بحشوة التمر وايضا معمول السميد بالخميري وبدون خميري بطريقتين متل مو شايفين الصور قدامكم رسمي رائعة كمان معمول الحليب المكثف بحشوة الفستو الحلبة وحشوة التمر مع الجوز ومعمول اليونانية يلي بالقطر كمان الغريب المحشية والسادة والقراس الحمصية السادة والمحشية التمر وطويتات الحمصية كمان محشية جوز واساور الكعك مع التوابل الكعك المالح الادلبة الكعك السادة كمان كعك النقاش الجزائري الكعك المصري وايضا كعك العيد الدايب حشوات رائعة كلها مضمونة مع الشيرة او القطر يلي دائما نستخدمه بالحلويات ان كان بالعجينة او بالحشوات كلهم راح تلاقوهم بصندوق الوصف بشكر جميع الاخوي يلي عم يدعموني دائما ويتركوا لي تعليقاتهم الحلوة شكرا من القلب لكل حدا عم يدعمني من بداية قناتي لليوم ما قصرته وان شاء الله كنت عند حسن ظنكم جميع صار لازم ودعكم ان شاء الله كل عام وانتوا بقرف خير وتقبل الله صيامكم شوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم السلام عليكم